اميرة الصمت التي حازت لقب سيدة الهدوء في الشرق الاوسط هذه السيدة التي لقبت بسوسنة بغداد الجميلة جعلتها امريكا هدفا لها ونفذت غارة جوية عليها فما هو السبب يا ترى انها ليلة العطار التي عالجت معاناة المرأة بجرأة وجدارة وجسدتها بلوحات فنية غاية في الرعاة والجمال فقد كانت فنانة تشكيلية وكانت مديرة المتحف الوطني للفن الحديث في العراق وعملت مديرا عاما لدائرة الفنون ايضا وفي عام 93 قامت سيدة الهدوء برسم صورة لجورج بوش في ارضية فندق الرشيد ليدوس عليها كل شخص يدخل الفندق عندما علمت امريكا بذلك اطلقت طائراتها وبغارة جوية تم قصف منزل سوسنة بغداد بثلاثة صواريخ توفيت اثرها هي وجميع افراد عائلتها